طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تعهداتها لمساعدة ليبيا في التصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية وكان السراج يتحدث الأربعاء خلال مؤتمر عالي المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي في مقر البرلمان في بروكسل لتدارس طرق معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة تلك القادمة من أفريقيا عن طريق المتوسط ويعتبر الاتحاد الأوروبي بدولهم ومؤسساته أن القادمين من أفريقيا هم مهاجرون اقتصاديون يتعين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وليس لاجئين يستحقون الحصول على الحماية الدولية وأشار السراج لأن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ حتى الآن عوده بتنويل وتركيب منظومة إلكترونية لضبط الحدود الجنوبية الليبية والتي تعد الممر الأساسي للمهاجرين غير الشرعيين وللمجرمين ولحركة التهريب قائلا إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤثر على كل مناحي الحياة في ليبيا كما أن على الاتحاد بنظر فايز السراج بذل مزيد من الجهد وطلح مبادرات أقوى لتعزيز التنمية البشرية سواء في ليبيا أو في الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين وثمن السراج تحركات الحكومتين الإيطالية والألمانية من أجل إنشاء مشاريع داخل ليبيا لمساعدة السلطة على تحسين ظروف المواطنين والمهاجرين غير الشرعيين معا لكنه شدد على رفض بلاده التام لأي عملية توطين للمهاجرين مبينا أن هذا ما يتم التلميح إليه من حين لآخر وتحدث في المؤتمر نفسه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الاتحاد دونالد توسك وكذلك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وأسهب هؤلاء في شرح الجهود المبذولة من الأجراءات المتخذة من قبل بروكسل لمساعدة الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين على تحسين ظروفها الاقتصادية وضبط الحدود كما حضر المؤتمر عدة شخصيات برلمانية ودولية وممثلون عن مؤسسات مالية أوروبية وعالمية اشتركوا في القناة